قرار بالاستقالة خرج من الأعضاء تباعاً فإيه تفاصيل الاستقالة اللي قدمتوها النهاردة؟ بس أنا حابب أتكلم في الأول يمكن أنا قلت قبل كده من حوالي شهر ونصف وبعد كده المجلس بالكامل التواصل معي لما المستشار المرتضى تنازل وده لن نحن نشتغل بس هي الأمور هاني بعيد بقى عن الاستقالة أو الكلام ده معقضة جداً للغاية في هذه الزمالك يعني مش بكلمك دلوقتي بمناسبة للإستقالة أنا بس يعني حابب أن نشت كل الوزير والأجهزة يا جماعة ما ينفعش أن يبقى فيه خلافات شخصية الندي هو اللي حضرت التمتخيل اللي احنا بقالنا سنة ما عنداش حساب بنكي مش عارف تجيب عملة مش عارف تصرف للعيبة مش عارف تحول فالأمور دي كلها صعبة جداً إحنا حاولنا وحتى لما أنا رجعت حاولنا بس يعني خلاص محدش مستجيب حاول حتى الأستاذ أحمد مرتضى يعمل مبادرة برضو محدش مستجيب خلاص هو النادي كان هيتضر هيتضر جداً إن إحنا لو كنا كملنا مصلحة النادي فوق الجميع فوق أي حد جاي هيجي رئيس نادي مصلحة النادي هي المهمة مش عارف اللي ممكن تتحلل إزاي بس ما يكررش تنين في نادي الزماري خلاص نادي الزماري كبير كبير بتنقيه بتاريخه بطلاطه بس بجد كفاية يعني مش معقول اللي حصل الفترة اللي فات دي كلها في النادي ده في حاجات نحن مش هنفع يحكيها خلاص بقى الدنيا إنت بتكتف واحد بتقول له نزل عم يعني موضوع صعب ليه؟ إيه تفسيرك كده؟ أنا مش هجاوب أقولك إيه طيب ليه حسيتوا إن إنتوا متكتفين لأنه جمهور الزمالك وأكيد إنت متابع ده سواء لما استقلت أو لما بدأت الرحلة أو دلوقتي لما رجعت أو ثم لما استقلت جمهور الزمالك دايماً بيشير إليكم كمجلس إدارة إن إنتوا السبب وإنه فلتنطلق الاحتفالات برحيل المجلس فالناس كلها بتلومكم إنتوا كمجلس إدارة الزمال يعني من أول يوم من أول يوم دخلنا فيه النادي بعد الانتخابات أضايا 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 أنا برضو يعني أنا برضو أصليها المشكلة مش دلوقتي بسنين بقالها سنين السديد برضو ما كانتش حل يا جماعة هو إنت دخلت إنت أنا مثلا عضو تحت أصغر عضو تحت السن فجأة لقيت رئيس النادي بيحبسوه خلص الحبس بعد كده عزلوه رئيس النادي مشي جبنا قايم بعمل ما حدش عاجبه حاجة خالص أيوة قلنا لهم يا جماعة التعالى بنمد يدينا نساعد عشان خاطر النادي ما حدش عاجبه حاجة خالص بس نقف عند النقطة دي برضو يا أحمد لأنه ما بين يوم الخميس لما عمل أحمد مرتضى منصور مبادرة لم الشمل ويوم السبت إيه الجديد يعني هل يومين بس عملوا الفرق ما بين مبادرة لم الشمل والاستقالة إيه اللي يحصل في يومين يغير الوضع من هنا لهنا لا هو الوضع ما تغيرش بس هو أنت مش يعني خلاص أنت عندك مشاكل هي ملهاش حل إحنا علينا فلوس في التحاد الكورة مش عارفين ناخدها كم ألف سبعمائة ألف دولار ثمنمائة وخمسين ألف دولار ليه مش عارفين نتخذها مش عارف ناخدها بجد يعني يعني يا جماعة تبقى أقول إيه أقول إن إحنا اشتنا دولارات عشان نديها لو سوريو موضوع صعب جدا يعني الموضوع صعب جدا إنت مش عارف تعمل إيه وهو إيه كماعة عايزين حساب بنكي كلمنا الوزير إيه كماعة عايزين حساب بنكي مفيش حل خلاص إنت بتوقف استوق هنا لو إنت هتمشي والمصلحة للنادي خلاص ماشي مفيش مشكلة معناها إيه لو إنت هتمشي في المصلحة للنادي بمعنى إنه رحيل المجلس الحاجز هيخلي اللحاطة الحجز بيشك الحجز الحجز والحاجات دي كلها آه بالذات إن إنت تمشي آه حلاص، إن إنت مصلحة للنادي أهم آه يعني إنتوا حسيتوا بدا ولا هو الموضوع جالكم بالشكل الواضح ده من الحاجز على الأرصدة لو ميشيتوا هنفك والزملك هيفوق آه، دودة آه، دودة آه حسيتوا بتألكم بشكل عمّا؟ آه، بالضبط آه ، واه هو يعني تفاصيل برضو لا أحد مش يقدر يحكيها بس اللي أنا قدر أقوله يعني يا أستاذ هاني الأولوية نالت الزمالك يعني خلاص اللي ميشي ميشي واللي هيجي هيجي المكفاية سرعات إحنا بقلنا سنين أنا واحد كنت بلعب في النادي وبعد كده نزلت انتخابات النادي أنا من ساعة ما تولدت في النادي سرعات سرعات وما فيش مجلس كان بالمدت مزبوط مجلس ييجي يتحل تيجي لجنة تمشي هات مجلس تحل هات لجنة غير اللجنة إيه تفسيرك إنك من ساعة ما تولدت بغض النظر عن إيه هي المشكلة دايما في مشكلة بتخلي الزمالك من غير مجلس إدارة ما أنا مش هل أنت عندك تفسير لا أنا بسألك عن تفسيرك لأنك عصرت ده كزمالكاوي عادي وثم كرياضي في الزمالك وعشتها كمجلس إدارة فأنت أنا مش عايزك أنت أنجحتي فأنا مش عايزك فمش أسيبك فهطلع عرفع عضايا إيه كثبتك فاجات اللجنة فأنا مش عجبني اللجنة إيه ده ومشيته ليه أنتوا جابوا لنا لجنة هيرجعوا رئيس النادي يرجع رئيس النادي شوية يقولوا مشو هي حزبة معقدة إيه يا أستاذ هاني فأنا كل اللي أنا بطلبه أنا مش فارق معاه أي حاجة أنا بالنسبة للنادي أهم حاجة لو فيه قانون ينفع يتعامل إن النادي ما تيزيس بعيد عن الخلافات الشخصية يا ريس إزاي إيه اقتراحك اللي ممكن ينفذ أنا مش عايز أنا مش راجل قانون فأنا مش عايز بس إن لو بييجي مثلا مجلس برئيسه يكمل مدته لكن اللي نادي الزماني كفيه ده أمر صعب جدا فيه لعيد مثلا يقدر يستحمل اللي بيحصل هيلعب إزاي طيب هيلعب إزاي وهو كل يوم بيقابل حد شكل أنا كان لسه دلوقتي وأنا نازل من نازل زمالك كابتن محمود شابانا وكابتن علاء هم مفروض كانوا طالعين آآ آآ عارق ومش عارق مين علاء مين اسمه حمدي علاء حمدي علاء طالعين عارق تلعين سموحة ولا الاتحاد آآ بالضبط سموحة صح اللي اتنين طالعين سموحة وكان فيه لعيب اسم محمد خد هيكلموا مين طب يا جماعة حتى بحد يفهمنا أنا هيكلموا مين آآ خلاص الناس دي مشت هتجيب لجنة وبعد اللجنة تعمل الانتخابات تعال تجيب الناس تنكح بالصندوق أرفع عليها قضية آآ لا 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 الوضع ده صعب جد آآ أنا لازم نشوف حل في الوضع ده تعالى كل الأندية مش كنازل زمالك بس آآ إذن ترجمة نانسي قنقر